هنتكلم في المحاضرة دي على البروغرامنج بتاع الـ 851 طبعا المحاضرة اللي فاتتكنا منتكلم على الـ assembly language وكان يعني زي ما احنا شفنا الـ instructions الموجودة هي very basic عشان نعمل functionality معينة بنحتاج ان احنا نكتب كود ممكن يبقى طويل شوية ومحتاج دقة جديدة وفي الوقت نفسه الكود مهما كان مكتوب بتنسيق برضو ممكن يبقى صعب قريته فطبعا في practically اكتر لما بنشتغل في project كبيرة نحن نشتغل بـ C language ونخلي بس الجزء بتاع الـ assembly language ده للجزء اللي احنا محتاجين فيه optimization مثلا بنسبة لـ size بتاع الكود او optimization بنسبة لـ speed او الحاجات اللي زي كده عندما عمتا لما حد يشتغل في project مفيش عليه constraints عادتا بيبقى C language ابسط بكتير وممكن يوصله ان هو يعمل نفس الحاجة بشكل اسرع بكتير جدا في الـ coding نفسه وفي نفس الوقت الـ efficiency ما هتبقىش عادة كثير فهنتكلم على الـ code generation flow يعني الكود نفسه اللي هو machine language بتبقى generated ازاي سواء في الـ assembly او في الـ C language هنتكلم على simple architecture او الـ structure بتاع الـ C language program ممكن يبقى فيه ايه بالظبط والكود بتاعنا بيبقى محطوط فين نتكلم على الـ register definitions نتكلم على الـ SFR برضو بتبقى موجودة فين وبقى عملها definitions فين نتكلم على الـ data types ودي اهمنا حاجة الحقيقى بالنسبة للـ C language ازاي ان احنا بنقدر نـ define data types مختلفة وزاي ما احنا شفنا في الجزء بتاع الـ assembly اني في عندنا مثلا حاجة زي bit variables ازاي نـ define bit variables يجوة C طبعا هنعرفين C ما فيهاش bit variables نتكلم على internal data memory الـ accessing بتاعها بيبقى ازاي على الـ bit valued والbit addressable data هنتكلم على external data memory هنتكلم على الـ operators الـ relational والـ logical والbit wise والـ compound امتا احنا في الاخر خالص هدفنا ان الحاجة اللي تبقى موجودة عندنا عشان تشتعل على الـ microcontroller هو الجزء بتاع الـ machine code دوت الـ machine code دوت ممكن يجلنا من طريقين الطريق بتاع الـ assembly code او الطريق بتاع الـ C code الـ assembly code بيبقى فيه حاجة اسمها assembler بتحول الـ object code بعد كده بيقى فيه linking مع الـ libraries وبعد كده ممكن الـ linking ده في الاخر بيانتج لنا في الاخر الـ machine code ممكن نفس الـ code هو هو نكتب equivalent code لـ C language ويبقى عندنا مرة دي بقى compiler بيطلع لنا الـ object code بنعمله linking مع الـ libraries بتاع الـ 851 ونحصل في الاخر على الـ machine code طبعا احنا ممكن نلاقي فيه فروقات طبعا بين الـ 2 دول اكيد فيه فروقات في القابة في الـ يعني مفروض لو الـ assembly language مكتوب كويس هيبقى الـ size بتاعه احسن من الـ C code الـ efficiency بتاعته بتبقى عادة اعلى شوية انما بيبقى فيه عندنا مشكلة كبيرة ان احنا عشان نعمل coding او نعمل debugging الكلام دا بياخد وقت طويل قوي الـ C code اسرع بكتير جدا في الـ coding يعني بنتكلم ان احنا ممكن نكتب code في وقت قصير جدا عشان نعمل لنا functional ممكن ما تكونش سهلة بس طبعا ممكن الـ code اللي بيطلع من الـ process دي ما بيبقاش بنفس الـ efficiency بتاع الـ assembly code فعندما احنا بنكتب الحاجة اللي هي الـ optimal يعني نحن نكتب الـ code بتاعنا بـ C language وبعد كده الاجزاء اللي احنا محتاجين فيها optimization نoptimize بقى الـ assembly code فيها وطبعا ممكن احنا نمرج الاتين مع بعض يعني ممكن يبقى عندنا project فيه C code files وفيه assembly code files والاتين يبقى linked مع بعض مع الـ libraries بتاعت الـ 851 عشان يطلعونا الـ machine code الـ structure بتاع الـ C program ده very simple C program بيبقى دائما بنعمل include لحاجة زي header file كده بيبقى فيه definitions بتاعت الـ particular device اللي احنا مشتغل بيها احنا في الكورس ده بنشتغل بـ C8051F020 اللي بتاعت الـ university program بتاعة Silicon Labs اللي احنا مشتغل بيها في المعمل بيبقى فيه definitions بتاعت الـ particular device دي بالزاد موجودة في الـ header file دوت وانس ان احنا عحطينا الـ header file دوت موجودة عندنا بقى موجودة عندنا في الـ program بتاعنا بقى كل الـ SFR declarations بقت موجودة يعني ممكن لو انا حبيت اتكلم على EA أو WWDT-CN اللي هو الـ watchdog timer يعني count اللي هو بيسوي كام الكلام ده كله دي كلها SFRs الـ EA دي بقى موجودة في الـ interrupt enable register فبتكلم على ان يعني بقى كل الحاجات اللي انا شايفها في الـ data sheet كل الحاجات اللي انا شايفها في الـ architecture بتاع الـ 8051 من اسامي الـ register من الـ SFRs من حاجات دي كلها بقت موجودة عندي ممكن استعملها في البرنامج من غير ما اعمل لها declaration يعني هنا انا ما عملتش declaration لده ما عملتش declaration لده وفي نفس الوقت انا بستعمله مع طول مباشرة declarations بقيتهم موجودة عندي في الـ header file دوت انا ممكن بعد كده بقى اعمل اي حاجة انا حطيتها هنا يعني انا بحط هنا الكود الاولاني بتاعي اللي هو بيسوي بلحاجة بسميها الـ watchdog هنتكلم عليها في المحاضرة اللي جاية المحاضرة الرابعة عمتا بيكتب الكود بتاعنا هنا اول حاجة طبعا ببتدي ان انا بقى disable interrupts عشان ما يبقاش عندي اي حاجة تحصل قبل ما اكون اعملت configuration للـ chip بتاعتي على المايك كنترول بالـ software بتاعي بحط هنا الـ initializations once ان انا خلصت الـ initializations بقى enable global interrupts بحيث انا اعملت هنا enabling الـ interrupts معينة تبتدي تشتغل بعد ما اعمل الـ interrupt enable هو الـ global interrupt enable ده عادة في البرامج بتاعة الـ c language بيبقى عندي حاجة زي infinite loop كده ممكن infinite loop دي تلف كده على الفاضي وخلاص يبقى هو واقف هنا وخلاص في المكان ده ما بيتحركش منه او ممكن يبقى الـ infinite loop دي بتلوب على حاجة معاينة بتحصل يعني ممكن يكون في حاجة معاينة انا بكرارها او ممكن الـ infinite loop نفسها تلف كده على انها ما بتعملش حاجة ومستنيها interrupt ييجي علشان تهندل الـ interrupt دوت الكلام ده كله طبعا هنشوفه فيه لما ديجي نكلم على الـ peripherals بيعمل لما بيكون فيه interrupt موجود هو بيهندل الـ interrupt ده بيعمل حاجة معاينة فده الـ architecture الاولاني او الـ basic calls بتاع c language طبعا بيقى فيه عندنا الـ main function بيقى فيه طبعا بيفتح brace ونقف الـ brace عشان يبقى فيه الكود بتاعنا الكود بتاعنا طبعا بيمكتوب برضو assignment statements كده بالشكل اللي احنا شايفينه ممكن يبقى فيه عندنا while loop ممكن يبقى فيه عندنا for loop ممكن يبقى عندنا do while loop يعني كل الحاجات الاساسية ممكن يبقى عندنا if statement كل الحاجات اللي متعودين عليها في الـ standard اللي هو الـ basic c language هنلاقيه موجودة عندنا نقدر نستعمله وهنا ما فيش اي مشكلة فيه خالص الحاجة اللي احنا ما نقدرش نستعملها هي أنواع الـ data types المختلفة اللي بقت موجودة في الـ 8051 ما كانش موجودة في الـ NCC زي مثلا الـ bitwise variables زي الحاجات اللي فيها bitwise operations الحاجات اللي كلها عايزين نعرف كتعملي زي بقى في c language زي ما كنا بنقول ان الـ register definitions كلها يعني لازم تبقى موجودة available للبرامج عشان يستعملها يعني باستعمال include files وفعليا بنلاقي اللي هو الـ header file دا اللي كان موجود في اول الكود خالص بي contain all the definitions of the special function register كلها وall the bit registers يعني ممكن يبقى الـ special function register نفسه موجود وممكن تبقى one bit في موجودة يعني مثلا احنا عندنا هنا الـ SFRIE دوت دا عبارة عن bit موجودة في الـ register وهو بتاع الـ interrupt enable بنكلم على بعض الحاجات ممكن مثلا يعني هنا مثلا sbit EA ديت الـ IE دي هي الـ interrupt enable الـ EA اللي هي global interrupt enable هي عبارة عن bit رقم سبعة من الـ IE اللي انا كنت عاملها definition هنا فوق فهنا لما اجي ادفين bit variable او bit register او bit يعني يعني variable بس تعمل الـ definition بالشكل دا كده sbit EA بتسوي IE وعلامة الـ power دي 7 يعني هي الـ bit number نفسها كام يعني دي bit number 7 في register IE IE اللي هو SFR متعرب بالشكل دا كده بقى نصح الناس كلها حقيقة نتنزل الكود بتاع الـ university program بتاع Silicon Labs وتبص على header files دي علشان تقدر ان هي تفهم بالضبط الـ definitions دي بتتعامل ازاي بالضبط هنا طبعا هو بيعرف الـ P0 بيساوي كذا يعني هو بي initialize P0 ان انا لما استعملها بتبقى direct address بالشكل دا كده ولو انا بصيت في الليستة بتاعة الـ SFR الموجودة عندي هلاقي فعلا الـ address بتاع الـ P0 هو 0x80 طبعا لو احنا فاكرين الـ SFR كان بتحتل الـ upper 128 bytes من الـ address space اللي هو اول 250 bytes في الـ address space وكنت لما بستعملها بشكل direct لو كنت بستعمل الـ addresses دي بـ direct addressing كان بتاعني ان انا بـ address الـ SFR لو استعملت نفس الـ address دوت بـ indirect addressing بـ address الـ memory location اللي هو بنفس الـ address بالضبط فنفس الكلام بالضبط الاقيه في كل الحاجات التانية وعامة هلاقي الـ definition بتاع كل الـ SFR اللي موجود عندنا وكل الـ bitwise اللي عندي مثلا فيه واحدة من الـ register دي فيها ممكن اعمل لها addressing كـ bits لاننا عارفين طبعا كل الحاجات اللي بيبقى اخرها 0 واخرها 8 بتبقى bit addressable فكل واحدة من الـ bits اللي لها value او بس تعملها هي لوحديها مستقلة بلاقيها برضو متعرفة كـ bit بحيث ان انا قدر استعملها مباشرة برضو في برنامج بتاعي كـ bit في الحقيقة في عندنا اختلاف شوية في الـ C8051F020 اللي هو الـ Silicon Labs 8051 الـ version بتاعت 8051 اللي بتعملها Silicon Labs فان فيها SFRs ممكن هي تكون يعني 16 bits يعني ساعتها بس تعمل tools consecutive SFRs يعني اثنين وراء بعض او طول في الـ memory location و specify بهم 16 bit values فطبعا احنا بالنسبة لنا الحاجة دي ما كانتش موجودة في الـ 851 الاصلي كان كل الحاجات اللي كانت موجودة كانت كلها 8 bits بس عمات هنلاقي برضو definitions برضو في الـ include file ده هتكونتين 16 bit SFRs يعني ازوال ممكن احنا نلاقي 16 bit SFRs موجودة وطبعا هنلاقي ان احنا 16 bit SFRs ما هياش كتيرة ولا واحد فيهم الحقيقة بيبتدي بـ 0 او بـ 8 فمعنى كده ان ما فيش ولا واحد من 16 bit SFRs دي هيبقى bit addressable يعني كلهم ما هماش bit addressable فعمات هنلاقي definition بتاع 16 bit SFRs موجود بشكل ان انا بعرف ان هو عبارة عن 2 consecutive bytes مع بعض الـ C language بقى فيها مجموعة من الـ basic data types احنا الحقيقة هنكلم عليهم بسرعة اللي هو الحاجات الموجودة في الـ NCC ونوري بقى ان في الـ 8051 احنا بيحتاج نعمل ايه تاني علشان نقدر ان احنا نضيف بقى الـ content او نضيف الـ data types المختلفة شوية لموجودة عندنا في الـ 8051 فعندنا الـ character عموما او signed character بيبقى 8 bits بيبقى من minus الـ plus minus 128 لـ plus 127 لو unsigned بيبقى من 0 و 255 انت طبعا بياخد 1 byte الـ num type بيبقى بيكلم على يعني 8 يعني 16 طبعا بتختلف برضو الـ range بتاعه حسب انا باخد 1 أو 2 bytes لو signed short بيكلم على 16 bits يعني من minus الـ plus برضو بيبقى 2 bytes الـ unsigned short بيبقى من 0 وغاية plus برضو 16 bits لو signed integer هو الحقيقة نفسه signed short لو بيكلم عن unsigned integer هو نفسه اللي هو unsigned short لو بيكلم على signed long بتكلم على 4 bytes بتكلم على 32 bits لما بيكلم على unsigned long بتكلم على برضو 4 bytes و برضو range بتاع بيبقى طبعا ايه كله positive لو float بتكلم على 32 bits بيبقى برضو 4 bytes ناخد فاعتبرنا حاجة مهمة قوي ان احنا actually بنتكلم على الحاجات اللي هي ما هياش معتادة اللي زي مثلا احنا متعودين طبعا المايكرو كنترولر مفيش اي حاجة فيه اسمها floating point لما بتكلم لما احنا شفنا دي الـ instruction set بتاعتنا اللي كانت موجودة كنا بنـ add 8 bits مع 8 bits فهنلاقي ان كل الـ data types اللي بيوند كده اللي بيوند التمانية bits هنلاقي ان هو automatically لما احنا بنعمل definition في الـ C language لحاجة زي integer او حاجة زي long او حاجة زي float هو automatically بيعمل كود جوه البرنامج بتاعه لما بيجي يحوله بقى الماشين كود بحيث ان هو يكونفرت الـ operation اللي مستعملة float دي بحيث انها تطبع على الـ instruction set اللي مبنية على انتجر 8 bit addition او الحاجات دي كلها يعني بمعنى ان انا لوقتي لما بستعمل حاجات ما هياش defined او ما هياش تبقى beyond الـ instruction set اللي موجودة بتاعت الـ assembly ابقى متوقع ان الكود بتاعي الحقيقة هيبقى كبير شوية لان هو هيطر يكتب كود زيادة علشان يستعمل الكود اللي هي الـ assembly instructions الاصلية الموجودة دي عشان يعمل بيها حاجات اكبر شوية يعني لما بستعمل مثلا اربعة بايت variable مثلا اربعة بايت زي مثلا long integer مثلا ولا حاجة لما بستعمل اربعة بايت انا مجي اعاد اربعة بايت مع اربعة بايت انا هعملها عن طريق ان انا هعمل least significant الاول كaddition وبعد كده اعمل اللي بعديها كaddition with carry واللي بعديها addition with carry واللي بعديها addition with carry عشان يبقى عندي اربعة بايت اديشن فالحقيقة الحاجات دي كلها زي ما بقول بتخلي ان رغم ان فيها convenience صبعا بالنسبة للـ c language الا ان طبعا الـ efficiency بتاعت حاجة زي كده في الـ operation نفسها او في الـ generation بتاع الكود ما بتبقاش كويسة يستحسن ان انا استعمل variables على اد الحاجة اللي انا بعملها بالظبط ما حاولش استعمل floats مثلا ما حاولش استعمل long كتير بحيس ان انا اميك شور ان الكود بتاعي ده في الاخر هيطلع الـ efficiency بتاعته مش بطال نلاحظ برضو حاجة معلش بالنسبة للجزء بتاع الـ integer بعض الـ compilers ممكن هي تستعمله ان هو يبقى اربعة بايتس يعني ممكن يبقى هو زي و زي long فناخد بالنا من الـ integer نفسه compilers بتاعنا بيحولوا الـ قد ايه بيحولوا الـ اتنين ولا بيحولوا الاربعة يستحسن ان انا استعمل sign short او يعني استعمل short or long ما استعملش integer لان هي زي ما بقول كده فيها ambiguity يعني ممكن يبقى فيها غموط شوية مبقاش عارف الـ compilers هيعملها handling ازاي unless ان انا اقرأ compilers وابقى عارف الـ data sheet بتاعت الـ compilers او المعلومات بتاعت الـ compilers واعرف هو بيحولوا ازاي يستحسن ان انا استعمل يا اما short يا اما long عشان يعني اقتار يا اما 2 bytes يا اما 4 bytes وابقى sure 100% ان هو واخد 2 او 4 كل الانواع اللي كلمنا عليها دي اللي هي من اول character لغاية float دول كلهم الـ standard C language data types دول موجودين عندنا بناقدر نستعملهم في الكود بتاعنا بس actually ما نيجي بقى نتكلم على الحاجات اللي هي تعتبر specific للـ 8051 هنلاقي ان في بعض الحاجات مش موجودة في الـ data types دي كلها خاص يعني انا بكلم على bit variables bit variables دي بتبقى one bit يعني بكلم على اقل حاجة هنا تمانية bits يعني بكلم هنا على مستوى byte هنا بكلم ان في bit هنا ممكن تبقى موجودة في عندنا حاجة تانية اسمها sbit برضو one bit في حاجة اسمها sfr دي بتعرف بقى نوع مختلف شوية من الـ variables ما هواش زي العادي ما هواش زي الكاركتر العادي يعني طبعا ده بيختلف اساسا في ان الكاركتر العادي ده ممكن يبقى address عادي خالص ممكن يبقى يعني لو بتكلم على ان هو في الـ 256 بايت الاولانيين لما بجي عمله accessing بيبقى في اختلاف بين لما كون sfr وبين لما كون data memory عادية لما كون في الـ regular data memory فلازم هو ياخد باله من الفرق ده عن طريق ان انا اعرف الـ الاماكن اللي فيها sfr انها sfr variable وبعرف بقى كمان الـ sfrs اللي هي 16 bit بعرفها ان هي sfr 16 فممكن اشوف الـ 4 انواع المختلفين او الجداد او الاضافيين دول في الـ c code بتاعي لما بجي استعمل 8051 compiler عشان اطلع الـ machine language بها 8051 نراجع تاني على الـ internal data memory الـ internal data memory كان فيها 256 bytes of internal data memory كان اول 128 bytes كانوا both directly or indirectly addressable يعني ممكن استعمل direct addressing or indirect addressing عشان عملهم accessing ده احنا ما كلمنا عليها قبل كده ما كناش رسا كلمنا على addressing modes احنا الدولة يفهمين يعني ايه direct addressing او indirect addressing الـ upper byte upper 128 bytes الـ upper half من 256 دول من اول 0x80 لغاية 0xFF دول لو انا بتكلم مع الـ data memory لازم اعملهم accessing indirectly لازم اعمل accessing كindirect addressing عشان اقدر اكسس الـ 128 bytes of data memory اللي موجودين عندي دول من الـ address ده للـ address لو لا استعملت direct addressing في نفس الـ range ده انا كده بأكسس الـ SFRs لان هما في نفس الـ addresses بالضبط in parallel مع data memory دي فلما بعمل direct addressing بجيب data memory لما بعمل direct addressing بجيب الـ SFRs في عندنا في الجزء بتاع الـ 128 bytes الاولانيين في أريا مبتدية عندها 20H دي bit addressable دي عبارة عن 16 bytes كلهم bit addressable يعني عندي 128 bits ممكن انا اعمل لهم direct instructions ممكن استعملهم زي ما شفنا في الـ bitwise operation زي ما شفناها في assembly language فدي برضو حاجة مهمة جدا وحاجة طبعا يونيك بالنسبة للـ 8051 اللي هو بتاع Silicon Labs ما كانش موجود في الـ original 8051 الحقيقة الـ access بتاع الـ internal data memory دوت بيعتبر very fast لان احنا بنستعمل اقل size الـ address ممكن استعمل وهو 8 bits لو احنا بنتكلم احنا هنـ access الـ الـ 4K بقى اللي هما الاضافيين موجودين في الرام لا احنا محتاجين بقى نكبر الـ address بتاعنا هيبقى 16 bits فمعنى كده ان احنا بنتكلم على ان احنا في الجزء الاولاني جزء اللي هو 250 byte الاولانين دول بيبقى عندي ميزة ان انا احط الـ variables بتاعتي فيه الـ variables دلها بحتاج نعملها accessing بسرعة او الـ variables دلها بستعملها كتير بحيث ان في الاخر يبقى الـ total time بتاعي ان انا بقى اكسس الحاجات دي وعملها updating كده يبقى قل ما يمكن الحقيقة في الـ C language برضو احنا بقى قم بستعملها ما يمكن ان اقوم بسرعة وهمه ان انا بصدفة لماذا تستعملها يمكن ان احنا ان احنا بقى مخلوق من ميزة ويمكنة معدلاً النقود نقوم ، معدلاً بحاول احط كل حاجة فيه. لما بتكلم على كومباكت لأ بمكن اخد اكتر شوية. بتكلم على انترنال ديتا اللي هي بتكلم على الاربعة كي زيادة. لما بتكلم على الارج دي ماموري موضل بتكلم بقى ان انا عندي اكسبانشن ماموري. وبقى اكسس بقى من خارج التشيب خالص ماموري اضافية. طبعا انا عادة بستعمل السمول لو انا بتكلم على برامج صغير. لو انا محتاج برامج اكبر شوية ممكن استعمل الكمباكت ماموري موضل. ده الشكل كله بنتكلم عليه. ده هو الـ 56 بتوعي العاديين لهم موجودين عندي. لهم الانترنال ديتا ادرس. اه بتكلم على ان في عندي جنرال بيربوس رجيسر في الاول. في بيت ادريس بالاريا اللي هي ستاشر بايت اللي بقول عليهم. بدور عبارة ١٢٨ بيت. عندي هنا مجموعة من البيت. ممكن انا اعمل لهم دايريكت اوين دايريكت ادريسيج. لما بوصل لثمانين بيعندي هنا جزء من الماموري اللي هو ١٢٨ بايت اللي هما الـ Upper. لازم اعملهم من دايريكت ادريسيج عشان اعملهم اكسسيج. لو عايز اغير فيهم او استعملوه في اي حاجة. لازم استعملهم من دايريكت ادريسيج. لو استعملت في نفس الادرس دايريكت ادريسيج باكسيج سبيشل فونكشن رجيسترز. فده الاساس بتاعنا لو احنا طبعا بن اكسس ديتا ممكن ممكن لو عندنا ديتا اللي هي ديتا ممكن عاملها اكسسيج من خلال موف سي مثلا حاجات زي موف سيزي شفناها قبل كده في الاسمبلي من اكسس من البروغرام ماموري ديتا. وممكن لو احنا عندنا اكسبانشن ماموري بناخدها بقى من ايه؟ من الجزء بتاع الرامة الخارجية اللي هي مش موجودة عندي في نفسها. الانترنال ديتا ماموري ممكن نقسمها لثلاث اجزاء مختلفين. اوكي الديتا و اي ديتا و بي ديتا. ديتا هي الماموري سبيسيفاير بترفير للفرس 128 بايتس فباسيكي بكلم على ان انا في الديتا دي اقدر اكسس الماموري دي ياما داريك الدرسي ياما ان داريك الدرسي بكلم على ال ال اي ديتا هي ال اول 256 بايتس الانترنال ديتا ماموري نبقى اخدين بقى ال اي ديتا دي لما نقيم لها اكسسين عشان نضمن ال 256 كلهم نقدر نعملهم اكسسين بنتظر ان احنا نستعمل ان داريك الدرسي فيهم كلهم. هنا ممكن استعمل داريك الدرسي هنا لازم استعمل ان داريك الدرسي عشان اميكشور ان اي ادرس انا معرفه ب اي ديتا ان هو يقدر يتقري لان انا ممكن انا اي ديتا دي لازم اعملهم كلهم ان داريك الدرسي عشان يبقى لو كان في ال ابر هاف اللي هو من زيرو اكس ايتي لغاية زيرو اكس اف اف اقدر اقرى برضو. البي ديتا بقى بيكلم على البيت ديتا يعني انا لما بختار ان انا البيتا يبقى بي ديتا يبقى انا بخلي المكان بتاعه يبقى موجود وذن مجموعة البيت دي مجموعة 16 بايت دي يعني مثلا لو احنا ادينا امثلة على الكلام ده لو بعمل انسايند كاركتر ديتا نيم انا باخد مكان في ال 128 بايت الاولانيين وحط في نيم ده حط فيه اسمه نيم يعني يخلي فيه وان بايت موجودة تبقى هي دي الاسايند لنيم لو عرفت انتجر اي ديتا كاونت انا باخد بقى موجود ممكن تحط في اي مكان يعني في ال 128 بايت الاولانيين ولما بستعمل كاونت ده في البرنامج بتاعي هو عارف ان هو هيستعمله بانداريكت ادريسي لما بحط انتجر بي ديتا ستاتس يبقى معنى كده هو ياخد انتجر يعني اخد 16 بيت اوكي عشان انتجر لو اعتبر انتجر ده 16 بيت يعني 2 بايت هياخد يعني 2 بايت دول هياخده موذن 16 بايت دول ويعرف لي البرنامج بتاعي في المكان ده ففي كل الاحوال هنلاقي ان احنا بنقدر نحدد او نقدر نسبسي فاي البرنامج بتاعنا بالزبط يبقى مكانه فين طبعا ده ممكن يبقى ادفانس شوية بس عاماتا احنا بالنسبة لنا لو احنا اشتغلنا من غير ما نسبسي فاي مكان البرنامج يكون فين هو اوتوماتيك لي ممكن هو يحطونا في مكان ممكن يبقى مناسي هو طبعا بيبقى يعني باي دفولت بيحطو في المكان اللي هو بيبقى اسهله اللي هو بتاعه اللي هو بتاعه اللي هو حطوه في الديتا لو الديتا دي خلاص خلصت بيبتدي يحطوه في الديتا فبالتالي بنتوقع انه هو يعمل بتاع الميموري اه اكوردنج للفاريبلز انا بعملها الجزء بتاع البي دي تا هو عمر ما بيعرف اي حاجة في في الجزء اللي هو بت ادريسابل ده غير لما ما يكونش عنده خلاص مكان في البيئة الاماكن وبالتاكيد بيحط بريورتي لو انا كان عندي بت ادريسابل يعني محتاجة لو انا بعرف بت باريبلز مثلا على حاجة هو بيحطها الاول وبعد كده لو هو يعني لقى ان في مكان بعد كده فاضي ممكن يعرف فيه بايتس عادية وطبعا البيت ادريسابل اريا دي مش محتاجين احنا دايما نعملها ادريسين كبيتس ممكن نادرس نفس الاريا دي او نقدر نادرس البيتس اللي موجودة فيها كبيتس برضو نركز بقى شوية على الجزء بتاع البيت فاليود والبيت ادريسابل ديتا علشان هي دي اللي مختلفة شوية هي دي اللي ممكن يبقى فيها برضو كونفيوجين شوية بنسبة للجزء اطلاع البيت فاليود ديتا والبيت ادريسابل ديتا are stored in the bit ادريسابل memory space زي ما قلنا هو من 0x20 غاية 0x22f 16 bit they are declared using bdata bit or sbit bdata بتعرف لي variables يعمى character اساسية خالص هي انوال اساسية بتاع ال variables انا بس بخللها storage modifier يعني bdata دي بحيس اقول له اقول للكمبايلر ان هو يحط اللي variable ده في range دوت انما bit or sbit هما دول بيعرفوا لي variables حقيقية يعني هنا بتكلم على ان ال variable العادي بتاعي اللي هو نوع مثلا character او نوع integer او الحاجات دي كلها مجرب بس هيتحط في ال range ده انما bit or sbit بتعرف لي بقى actual bit valued او bit addressable data locations فلو بتكلم مثلا عندي هنا integer bdata x يبقى انا كده خليت عندي 16 bit bit addressable variable x انا ممكن x ده بعد كده نتيجة ان هو موجود في bit addressable space دوت ممكن ادرس ال x ده كbit يعني bit by bit يعني ممكن اقول x والعلامة اللي هي بتاعت power دي واثنين يبقى معنا كده بتكلم على bit number 2 في ال variable بتاعي اللي هو اسمه x لو انا عرفت bit flag لو استعملت كلمة bit اللي هي ال هنا دي كده دي actually زيها زي integer كده يعني basically دي عبارة عن type فلما اقول bit flag هو بيcreate variable يبقى bit valued variable اسمه flag وده بيحطوه يبقى within range ده من غير ما يقول لي هو فين يعني هو بيحطولي within range ده وخلاص يعني زيه زي ما بي زي ما كمبيلر كده بيبتدي optimize ال variable بتحط فين هو برضو نفس الكلاما ال flag ده ما بقاش عارف مكانه فين بالزبط basically ال variable x دوت يعتبر bit addressable معنى كده ان انا ممكن انا يعني set او clear يعني اخلي فيه bit معينه هنا بواحد او بزيرو ال variable flag هو بنفسه ممكن اخليه بواحد او بزيرو يعني ممكن اقول flag بيساوي واحد او flag بيساوي 0 يبقى انا بعمل كده setting or clearing للفلاج دوت ال variable flag ال sbit data type بقى مختلف شوية عن ال bit ان هو بيدكلير variables that access a particular bit field of as sfr or a previously declared bit addressable variable يعني ايه الكلام ده يعني انا هنا ممكن اعتبر كده ان هو زي alias alias ده معناه ان هو بيشاور على حاجة موجودة مش بيعمل حاجة جديدة مش بيكريات variable جديد لما بكتب bit flag ده هو بيكريات variable اسمه flag ما كانش موجود قبل كده انما لما بستعمل sbit لما بقول مسلا sbit x7 flag بيساوي x power 7 يبقى معناه ان انا بكلم على ان انا خد bit number 7 في bit addressable variable x اللي احنا عملناه definition او declaration في السلاد اللي فاتت واقول ان ده كده يعني hackney او يبقى ده كنية ليه كده اللي هي x7 flag لما بكتب x7 flag جوه في البرنامج بتاعي واقول x7 flag بيساوي واحد هو بيساة x bit number 7 فيها بتساوي واحد اوكي فهو فعليا ده مجرد بس تسمية لفز الحاجة اللي قريدي موجودة يعني انا عملت definition او declaration لx بكل الbit بتاعت يعني هنا ما عملتش declaration لbit جديدة لا ده انا سميت bit من الbit الموجودة في x سميتها باسم معين ممكن بردو لو انا عندي هنا ده كنتعمل له انا declaration باداية في عندنا بعض الرجسترز او بعض الSFRs already هي bit addressable يعني port 0 data variable او port 0 data register لو بي زيرو ده لو شفنا هنلاقي لي 0x80 معنى ان اخر bit فيه اللي هي اخر بايت فيه 0 يبقى معنى كده بيت addressable فلما بكتبه بالشكلة كده red led بتساوي p0 power 1 يبقى معنى كده انا بقول ان الbit number 1 في الرجستر p0 هسميها red led انا كده ما غيرتش دي خالص انا ما غيرتش p0 ما جيتش ناحية p0 خالص انا ما عرفتش variable جديد انا basically سميت variable او سميت bit من الbit addressable variable اللي موجود عندي ده باسم معين ما عملتش اي حاجة اكتر من كده ناخد في اعتبارنا بقى ان الbit دوت او definitions بقى الbit دي cannot be declared local to a function لازم تكون global variable عشان يبقى كل الاماكن في البرنامج شايفها وبنشوف هنا برضو اللي هو الاماكن الموجود عندنا هنا دوت اكس 7 flag is a one bit variable that references bit number 7 of the bit addressable integer variable x هنا red led هو بيرفير برضو to bit number 1 of the bit addressable port sfrp0 انا بتكلم هنا refers to هنا وهنا references or refers to معناه ان هو فعليا ما هواش حاجة جديدة ما هواش حاجة مستقلة بذاتها ما هواش بي create bit variable ما كانش موجود قبل كده لا ده هو مجرد بياخد one bit من حاجة already bit addressable ويسميها باسم معين بحيس ان انا في البرنامج بتاعي يبقى convenient بالنسبة لي ان انا اتعامل معه لو شفنا مثلا المثال دوت integer b data status و bit s2 بتساوي status power 5 اوكي ده طبعا مثال يعتبر tricky شوية بس عشان نشوف اذا كنا فاهمين الجزء ده ولا لا انا هنا عملت declaration لstatus دي تبقى موجودة في bit addressable data area يبقى معنا كده status نفسها هتبقى bit addressable واحنا شايفين هنا احنا استعملنا فعلا status power 5 معناه ان ال bit number 5 لما بديكلير bit s2 بتساوي كلام ده bit ما بتعملش referral دي يعني s2 مش بتجيب دي مش هي معناها ان هي بتساوي دي او بقت خلاص هي نفسها status bit number 5 لا لما بعمل bit انا بcreate variable جديد اسمه s2 اوكي ال variable الجديد اللي اسمه s2 دوت ده هو القيمة بتاعته initial value بتاعته زي ما انا بعمل عادة في declaration انا ممكن اخلي اقول مثلا انتشر اكس بتساوي zero يبقى انا معنا كده ان انا عملت declaration وعملت initialization هنا نفس الكلام بالزبط انا كده bit s2 انا عملت declaration s2 لا bit variable لما خليت يساوي هنا يبقى معنا كده ان انا خليتها initial value بتاعتها هي نفسها variable status ده bit number 5 باتكلم هنا ان انا يعني عشان نشوف الفرق بين دي و دي لو انا كان عندي نفس الحاجة هي هي كان عندي هنا بدل ما هي bit كان عندي sbit يبقى معنا كده s2 دي ما عملتش declaration لحاجة جديدة لا ده هي عبارة عن الياس او عبارة عن كونيا لبيت number 5 status انا كده عملت declaration لفارق بين bit و sbit ان انا في bit بعمل declaration لفاريبل جديد ما كانش موجود قبل كده sbit ما بتعملش declaration مجرد بس بتسمي واحد من ال bits الموجودة باسم معين عشان اقدر استعماله من الحاجات اللي لازم نلاحظها برضو على الجزء دوت we cannot declare a bit pointer or array of bits لما تعودين في c language ممكن يبقى في عندنا pointers وحاجات زي كده ممكن يبقى في عندها arrays الكلام ده مش مسموح به في bits خلص ما فاش عمل يعني array of bits دي مش مسموح بها في compiler بتاع 8051 وبنتكلم على طبعا ان احنا باسيكلي عندنا 16 bytes هما اللي بت addressable يعني معنا كده عندنا 128 bits لو احنا عندنا variables كتيره هما لازم يعملوا fitting لازم يكونوا كلهم موجودين هنا within 128 bits دول لو ما كانش خلاص هم مش هادر يعملوا basically يعني فلازم يبقى في اعتبارنا برضو ان في عندنا limit على عدد ال bit variables نقدر ان احنا نعملها declaration بنسبة external data memory كنا نتكلم ان احنا ممكن يبقى في عندنا external memory space up to 64k ال address width بتاعنا 16 bit نفتكن ان ال end bit controller كان ال end bit refer ال data bus width احنا كله بنكلم على 8 bit mac controller ان عندنا ال data bus بتاعنا 8 bits انما address space بتاعنا لا 16 بنكلم على external data space up to 64k نقدر نقرأه نكتب فيه يعني وده طبعا ممكن يكون physical external لل CPU نفسها يعني بخارج CPU نفسها يعني حقيقة جزء دوت مش هنتكلم فيه كتير نتيجة لانه هو فعليا ما هواش يعني ما يفضلش ان احنا نستعمله قوي زي ما بقول ان احنا لو محتاجين ميمور كبيرة في مايك كنترولر ويصح سنحنا نشوف مايك كنترولر تاني بالميمور اللي احنا محتاجينها بحيث ان احنا نمانتين ال compactness بتاع الايه بتاع المايك كنترولر بتاعنا او ال circuit بتاعتنا كلها عموما فعليا مايك كنترولر فعليا نتكلم على ان احنا ال X data ده له مجموعة instructions نستعملها لو احنا محتاجين ان احنا نتعامل معها ممكن نتعامل معها يا اما بالجزء بتاع الموف X instructions اللي كانت موجودة اللي شفناها في ال assembly وهو automatic لو احنا نتكلم على c language لو احنا ندفين الميموري موضل بتاعنا ان هو يعني large مثلا يعني بنتكلم ان احنا بن اكسس اي مكان بقى في الاماكن اللي موجودة عندنا نخلي بقى لنا طبعا لما احنا بنعمل الميموري موضل بتاعنا large instructions نفسها ممكن تاخد space اكتر شوية للaddresses بتبقى اكبر معنا الaddresses اكبر معنا كده ماجي ادفين بدا ما ياخد وان بايت هياخد تو بايت فمعنا كده ان انا الكود بتاعي نفسه الصعيد بتاعه هيكبر بتاعي حاجة زي كده برضه ممكن تاخد وقت اطول شوية وبالتالي يعني بتاعت الكود بتاعي لو انا بعمله في large ميموري موضل وانا مش محتاجه يعني ممكن اشتغل في small ميموري موضل ده في الاخر بيليد ان انا بيبقى في عندي loss of efficiency في البرنامج بتاعي في عندنا بقى مجموعة الoperators اللي موجودة في السي هنلاقيها موجودة زي ما هي برضه عندنا ما فيش اي حاجة تغيرت فيها الـ arithmetic operations بيبقى عندي الـ two operants بتوعي بيبقى ارقام arithmetic numbers يعني مجموعة ارقام فاريد يعني اي رقم في الاخر بيبقى مجموعة binary number يعني بعمل عليها addition subtraction multiplication division module division يعني بيجيب لي remainder بتاع division او negation معناه ان انا ممكن انا اخلي الرقم بتاعي يبقى negative يعني احط negative sign قبلي فباسيكلي بتكلم على كل الحاجات دي في الاخر بعد ما عمل لها application طبعا كل واحد فيهم يعني ده مسلا عندي فيه two operants عندي واحد هنا واحد هنا ده برضه نفس الكلام في two operants ده 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 في one operants لما بتكلم ان انا بـ apply the operators دي على ارقام في الاخر نتيجة برضه بتطلع علي رقم ما بتطلع ليش حاجة تانية يعني ممكن بعد كده هنشوف ان فيه bank mode instructions تطلع لنا مسلا logic level بوليان 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 فبتكلم على ان هنا لا احنا بناخد رقم رقمين او باخد الـ operants بتوعنا كلهم ارقام وفي الاخر بنرجع ارقام فيه نوع من الانواع الـ operators موجودة عندنا في الـ c language بنسميها relational operators الـ relation operators بتكومبير data and the outcome is boolean بوليان يعني true or false دي عادة بنستعملها في الـ if statement for loops الـ y loops اي condition عمتا بنشيك عليه غالبا بنقدر نحن نحطه كـ relational operator فباسيكلي المثال بتاعتها الـ two pluses كده الـ two يعني equals كده بيبقى equal to يعني لو حطيته variables هنا x يساوي يساوي y يبقى معنى كده انا بتشيك على هل x بتساوي y ولا لا اوكي الـ outcome بتاع حاجة كده لازم يطلع حاجة من حاجتين يا اما true يا اما false اوكي فلما احنا بنتكلم مثلا لما احنا كنا بنكتب في c language if بين قوسين x تساوي تساوي y وقف القوس يبقى معنى كده هو بيتشيك على x تساوي y ولا لا لا لو كان x تساوي y بقى الـ if دي متحققه لو ما كانش بتساوي y بقى مش متحققه ويكمل بعد كده البرنامج بتاعه بقى branch حسب الـ result بتاعت الـ operation دي فاحنا هنا الـ relation operators عموما الـ operations بتاعتها بتبقى arithmetic numbers اوكي يعني تبقى هنا رقم وهنا رقم والنتيجة بتبقى في الاخر boolean boolean معناها ان هي true يا false فـ equal to رقمين دول بيساوي بعض ولا لا not equal to رقمين دول ما هماش بيساوي بعض ولا لا يعني هنا لو عندي رقمين بيساوي بعض يعني not equal to يبقى هتطلع false هنا let than يعني الرقم ده يقلم الرقم ده ولا لا لو الرقم ده يقلم الرقم ده يبقى معنا كده هيديني boolean true لما بكلم ان greater than نفس الكلام لو ده اكبر من ده يديني true let than or equal نفس الكلام greater than or equal نفس الكلام ففي الاخر operators دي بتـ apply على او بتشتغل على بتـ operate على الـ arithmetic numbers يعني variables فيها binary numbers وارقام يعني رقم بيبقى له value وفي الاخر النتيجة بتطلع boolean نتيجة بتطلع يا true يا false وتـ true طبعا كنتيجة لو انا بعمل الكلام ده مثلا بتحطيلي variable في الاخر النتيجة نفسها بتبقى لو انا عندي bytes او عندي اي variable عموما لو هو non zero اي قيمة non zero تعتبر على طول boolean true لو عندي zero لو عندي variable بيساوي zero دي معناها ان هو boolean false فهو بيطلع لنتيجة يا اما non zero ان هي معناها true اما zero تبقى معناها false مجموعة تانية من الـ operators بقى مختلفة شوية عن relational operators بس لاها علاقة بيها بشكل ما اللي بنسميها logical operators logical operators بتـ operate على boolean data يعني اما true false والـ outcome is also boolean يعني هي دي مختلفة على relational operators ان الـ relational operators كما بتقارن arithmetic numbers وفي الاخر بتطلع لنتيجة boolean لا هنا بقى الـ two operands لازم يكونوا boolean او الـ operands لازم يكون boolean والنتيجة برضو boolean هنا مثلا مثال logic and logic and دي لو عندي x and and y معناها ان انا باخد x دي كboolean variable واخد الـ y كboolean variable واعمل الـ ending للاثنين ونتيجة تطلع برضو boolean variable لو عندي x لا تساوي صفر يبقى معنا كده ده logic 1 او true لو عندي الـ y تساوي صفر يبقى معنا كده انها logic zero او false ولما بعمل الـ ending للاثنين logical and للاثنين مع بعض النتيجة بتطلع لي في الاخر false يعني تطلع لي في الاخر zero هو بيطلع لي برضو اما zero اما واحد وتتحطي لي في الـ variable لو انا حطت الكلام ده في الاخر في الـ variable يعني هو عادة بيبقى zero واحد بس عن متى اي non zero value زي ما قلنا بتعتبر ان هو كدها true الـ logic or نفس الكلام بياخد الحاجة اللي هنا اشوفها zero ولا non zero هنا برضو zero ولا non zero zero تبقى false non zero تبقى true هي نفس الكلام برضو وعمل oring للاثنين لو دي true دي true يبقى يطلع لي true نفس الـ logic table بتاع الـ or اللي هم تعودين عليه not دي لو حطتها قبل الـ variable هو بيشوف الـ variable ده هل هو true ولا false لو عندي الـ variable بتاع بيساوي 101 101 ده true ولا false 101 طالما non zero يبقى true يبقى معنا كده مع من not true يبقى معنا كده يطلع لي false يطلع لي النتيجة zero اوكي ونفس الكلام هنا بيحصل لي ان انا دايما اوبرانز بتوعي حتى لو هم ليهم ارقام حتى لو فيهم ارقام انا ما ببصش على الارقام خالص انا ببص على الرقم ده هل هو zero ولا هو non zero لو non zero يبقى true لو zero يبقى false النوع اللي بعد كده بقى من الـ operators يعني برضو لازم اخب بالنا من الفروقات الصغيرة اللي بين الحاجات وبعد عشان فعلا مهمة جدا الـ bitwise operators الـ bitwise operators زي الـ and الوحدة احنا شفنا في الـ logical and كانت and واحدة الـ bitwise and الـ logical and كانت two ands هنا دي and واحدة الـ and واحدة دي معناها bitwise and معناها ان انا دلوقتي في كل واحدة من الـ operators دي ببص على variables on a bit by bit basis يعني بعمل الـ operations بتاعتي اللي هي الموجودة هنا دي بعملها بين bits الوساط بعض يعني بحط هنا variable بيبقى برعة مجموعة ارقام هنا variable تاني مجموعة ارقام يعني binary number يعني لما بيحصل انا بعمل ending لتنين مع بعض باخد دي مع دي يعني اول bit مع تاني مع اول bit bit number zero مع bit number zero وبت نمرة واحد مع bit number واحد bit number 2 مع bit number 2 ثلاثة مع ثلاثة وهكذا اوكي ففي الاخر انا في bitwise operators دي انا باخد binary value او باخد يعني value في الهنا وباخد value هنا وبرجع value برضو by the way مش برجع logic level لانه هو بيشتغل في هو الجزء اللي هو الاند والقور حاجاتي بيشغل على bit level انما في الاخر بيطلع لي الرقم ده بيطلع يعني ممكن الرقم ده يطلع مختلف عن الرقم ده يعني الرقم ده بالنسبة لو بتكلم عليه ازا كان boolean variable ده واحد وده واحد انما actually هنا بيطلع دي رقم حسب بقى ال bits اللي كانت اصاب بقى ده تم عامل ازاي فمعنى كده ال result بتاعتي بتطلع value ومتطلعش boolean variable فدي طبعا حاجة مهمة وممكن ان انا اعمل بيها bit twice and ممكن اعمل بيها bit twice or ممكن اعمل بيها bit twice not يعني باخد يعني اعكس لو عملت ال not دي بقى معنى كده دي كل الحاجات تبقى وحد وده تبقى 0 وده تبقى واحد وتبقى 0 ممكن اعمل بيها bit twice exclusive or يعني معنى كده بشوف اذا كان هنا 00 تبقى 0 لو 00 تبقى واحد 00 تبقى واحد 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 تبقى 00 تبقى 0 00 تبقى 0 واحد واحد تبقى 0 برضو كل الحاجات اللي شاه بعض تبقى في الاخر 0 كل الحاجات المختلفة تبقى في الاخر 1 ممكن اعمل بيها shift left ممكن اعمل بيها shift right يعني ممكن انا اعمل بيها rotate operations اللي احنا شفناها في الاسمبلي بس actually shift left و shift right ما فهمش الجزء اللي كان مميز في الاسمبلي اللي كان بيسمح لنا احنا نعمل shifting دوت through carry يعني يبقى معنا carry operator أو carry يعني bit بتاعتنا تبقى موجودة معنا في الطريق بتاع rotation operations هنا بيبقى مجرد shift والحاجة اللي بتطلع برا يعني بتبقى مثلا bit number 7 وبقى shift left bit number 7 دي بتطلع بعد كده ما بتروحش في حتة يعني بتطلع بتتريمي ما بتبقاش موجودة في مكان معين اقدر ان انا استعمله فطبعا احنا بستعمل bitwise operators دي ياما turn bits on يعني خلي مثلا bit معينة ان انا يعني اخليها تبقى بواحد بان انا اعمل ان انا اعملها oring with one لو عايزة turn it off يعني معنا كده خليها ب zero اعملها clearing يبقى معنا كده اعملها ending with zero اوكي لو عايزة اعمل toggling لو انا مش عارف البيت نفسها دي واحد ولا زيرو عايزة اعملها toggling عايزة لو zero تبقى واحد ولو واحد تبقى zero يبقى اعمل لها exclusive oring لان انا basically لو انا حطيت واحد قدامها لو هي zero zero مع واحد تديني واحد يبقى هي فعلا كان zero بقت واحد انما لو هي واحد واحد مع واحد تديني zero فمعنى كده ان فعلا لو عملت exclusive or مع ال bit دي بbitwise operator يبقى معنى كده قدرت ان انا نخلي ال bit دي بالذات تبقى هي غيرت ال value بتاعتها فطبعا احنا بنستعمل bitwise operations عشان نعمل الكلام ده علشان لو احنا استعمل لها bitewise operations هتبقى معقدة جدا هتبقى صعبة يعني في الاخر ما نقدرش نعملها احنا عايزين one bit من ال register فلاني تبقى هي بس اللي تتغير مش عايزة غير بقت ال values فانا basically لو انا عايزة بقى يعني اعمل حاجة زي كده من غير مؤثر على بقت ال values لازم اشتغل bitwise علشان ما اصرش على اي value تعني خلينا اخد مثال على الكلام ده علشان نبقى فاهمينه بشكل اعمق شوية المثال اللي احنا هتكلم عليه احنا عايزين نعمل checking status of a bit يعني عندي مثلا bit معينة موجودة اوكي وعايز اعرف اذا كان ال bit دي بواحد ولا بزيرو اوكي فباسيكلي بتكلم على ال flag بتاعي شكله عامل كده انا عايزة تشك على ال bit دي اوكي فال bit دي يعني هاخد مرة مثال لو هي واحد ومثال لو هي زيرو نشوف ايه الفرق بين الاثنين لو انا عملت لها mask كده برعا الماسك ده برعا كله صفار ما عادة في بيت واحدة بس اللي بواحد وعملت ending لل flags دي اللي هو ال variable بتاعي ده مع الماسك دوت النتيجة بتاعت الماسكين دوت او نتيجة بتاعت ال ending دوت ال bit wise ending معناها 0 and 0 بتطلع 0 1 and 1 تطلع لواحد 1 and 0 تطلع 0 وهكذا كل الدول الصفار فمعنا كده اي حاجة قصادهم هيطلع النتيجة نتيجة بتاعتها في ال ending تطلع بصفر لو انا طلعت نتيجة بالشك ده كده وعايز اعرف اذا كان ال variable دوت او اذا كان ال bit دي بواحد ولا بزيرو انا اكشوري وانس ان انا عملت الماسكينج دوت ال variable بتاعي دوت بقى في واحد هنا موجودة لو انا عملت نفس الحاجة وكان فيه هنا 0 هلاقي ان انا وانا بعمل الماسكينج دوت او بعمل ال bit wise ending دوت الزيرو مع ال واحد تطلع ديني 0 لو قرنت بين الاتنين دول بين الحالتين دول دولوقتي هلاقي ان دوت لو قرنت الانية خالص واعتبرتها بوليان variable هلاقي ان ده كبوليان variable ده 0 وده كبوليان variable ده يعتبر واحد او يعتبر true يعني ده يعتبر true ده يعتبر false فمعنى كده انا ممكن اعمل الماسكينج دوت واعتبر بعد كده نتيجة دي انها بوليان variable اقدر اعمل عليها condition مثلا بتاع if statement او بتاع يعني while loop او يعني في الاخر اقدر اعمل بيه حاجة تقولي ان انا لو الفلاك ده كان بواحد اعمل كزا او الفلاك ده بزيرو اعمل حاجة تاني فطبعا دي بالنسبة لنا ممكن تبقى مهمة جدا عشان نقدر نبني بيها conditions معينة نقدر نتشيك على بيت معينة وبنفس الكلام ممكن لو انا عايز اعمل setting لبيت معينة ممكن اعمل بنفس الكلام اعور برضو مع ماسك زي كده او عايز اعمل clearing ممكن end مثلا مع ماسك يبقى شكله كله وحايد مع البيت اللي انا عايزها بصفر تبقى فيها صفر ممكن برضو نلاقي عندنا في الـ C language بستعملها على الـ AT51 ممكن نلاقي فيها compound arithmetic operators اللي ازيق بلاس يساوي ومينس يساوي وعلى يساوي وستار يساوي او ملتيبلاي يساوي فبنتكلم هنا ان هو يعني ما اتكلم على اكس بلاس يساوي اتنين معنى كده ان اكس بساوي اكس بلاس 2 ده يعني ممكن اعتبار ان هي زي short hand كده ان احنا نكتب بيها ال statement دي بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده طبعا دي ممكن ان احنا نستعملها زي ما بنستعمل دي بالظبط ان فيش اي اختلاف فبسا يعني انا مش شايف ان هي ممكن تبقى يعني الفرق بتاعها عن التانية ما هواش فرق كبير يعني لدرجة ان احنا نحس ان دي حاجة ممكن تفرق معانا يعني في بعض الاحيان actually في بعض ال عادة يعني ممكن يبقى بعض الاجزاء اللي زي كده ممكن تبقى افضل actually في ال operation نفسها عشان تبقى شكلها اوضح بالنسبة للاراية من حد تاني غير اللي كتب البرنامج ممكن يبقى فيه عندنا برضو نفس الحاجات اللي هي ال ممكن يبقى زيها موجود في ال فممكن لما بتكلم على x and تساوي الرقم دوت يبقى معنا كده انا بقول x تساوي x and الرقم ده نفس الكلام بالنسبة للار نفس الكلام بالنسبة للار فباسيك اللي ممكن نعمل نفس الكلام ده هو بالشك دوت كده فيه جوه البرنامج يبقى انا بكتب حاجة زي كده يبقى انا بعمل السفر دوت special function register ده انا بعمله اوريج مع ماسك فيه واحد عند البيت نمبر ممكن نقول نمبر نمبر سيكس اوكي فمعنا كده احنا بنتكلم ان هنا فيه واحد والبقى كله صفار فهنا انا بقى اور دوت بدوت يعني البي وان ام دي اوت دوت اللي هو البرابل بتاعنا بيبقى هو نفسه هو نفسه اورد مع دي وفي الاخر نتيجة بتتبقى داخله برضو بعد كده في الاخر ترجع لي بدوت اوكي نفس الكلام ممكن ان انا يعني نفس الكلام اللي انا قلته على الجزء بتاع الاريثماتيك اوبريشنز برضو نفس الكلام ممكن نعمله هنا يعني هو ده مجرد ان احنا بنكتب الـ operation بتاعتنا بشكل ممكن يبقى convenient بالنسبة لنا بس متى ما فيش اي فرق جوهاري ممكن يفرق ان انا استعمل ال Notation دوت او استعمل ال Notation التانية يعني ممكن استعمل ال Notation دي او Notation دي في البرنامج بتاعنا مفيش اي اختلاف بين الاثنين خالص في الحقيقة من اهم الوسائق اللي احنا بنبرمج بها الماك كنترولرز في ال Practical Project نتيجة نعمل تسمح لنا ان احنا نعمل برامج ممكن تكون مقرؤة وممكن نكتب برامج نستغلي فيها موجودة مثلا في اماكن كتيرة مثلا بتاعت بروسسنج تكنيكس معينة بدل ما نضطر نحنا نكتب كل حاجة بالاسمبلي او نترجمها للاسمبلي اللي احنا بشتغل فيه بالمايك كنترولر بتاعنا وبتساعدنا برضو ان الكود بتاعنا يبقى بحيس ان انا لما بنقل الكود بتاعي من مايك كنترولر دي التاني بيبقى يعني ممكن اخد من هنا اشغاله على ال C code يعني احطه كC code في المايك كنترولر التاني وكمبيل وفي الاخر بقدر احصل بالكمبيلر ان انا اكمبيل الكود ال C دوت او اوصله انه بقى الماشين لانجوج بتاع المايك كنترولر التاني فهي بتساعدني في البرتابلتي بتساعدني في الريدابلتي بتاع الكود بتاعي بتساعدني ان اقدر اكتب كود يبقى حجمه كبير يعني بيشغل في مشروع كبير مش حاجات صغيرة وطبعا في الاخر نبقى حاطين في اعتبارنا ان احنا لو في جزء معين عايز سواء في الكسيكيوشن تايم ان هو اشتغل في وقت قصير او ان ال size بتاعه يبقى قليل يبقى محتاج ان انا في الاخر انزل ال assembly language وشوفنا ان احنا ممكن احنا نمرج assembly language programs أو assembly language code مع C language code بحيس في الاخر هما الاتنين مع بعض يبقوا داخل البروجيكت الواحد بحيس في الاخر نحصل على احسن بداية من المحاضرة اللي جاية نبقى نتكلم على ال AT51 واحد بواحد كده واحد بواحد بحيس ان انا في الاخر نحصل على التولز اللي تسمح لنا نبرمج فعليا على المحاضرة المحاضرة محاضرة